ينقل أن المرحوم فقة المحدثين الشيخ عباس القمي رحمة الله عليه صاحب الكتب العديدة بالعشرات وبالخصوص كتاب مفاتيح الجنان أي واحد منكم ما سامع بمفاتيح الجنان أو ما شايف أو ما مستفيد منه ما قاري مو فقط أنتو الملايين من المؤمنين مستفيدين من مفاتيح الجنان ويستفيدون مفاتيح الجنان أصبح يؤخذ يهدى يحفظ مع القرآن قرآن ومفاتيح الجنان قرآن ومفاتيح الجنان هذا شيء عظم هذا شيء فوز رحم الله المؤلف الجليل الشيخ عباس القمي ومفاتيح الجنان ومفاتيح الجنان مولود رسول الله صلى الله عليه وآله أو زيارة المبعث إحدى هذه المناسبات الثلاث يقول دخلت الصحن شفت شيخ عباس القمي رحمه الله في آخر عمره في آخر سنة من حياته وكان مريض شفت واقف على جدار الصحن يجيس سلمت عليه قلت الشيخ أنا واقفيني هنا ليش الشيخ عباس القمي قلت يقول قال لي واقف ده أتحسار حسر في قلبي أشوف هذا الفوز العظيم زيارة أمير المؤمنين سلام الله عليه في هذه المناسبة الخاصة زيارة مخصوصة والألوف ده يستفيدون أنا ما أقدر أستفيد أنا مريض الحسرة تغمرني ما أقدر أطوب للحرام ما أقدر قريب من الضريحة طاهر أزور أمير المؤمنين عليه السلام يقول قتلفت كلام قالت للشيخ واي فراح ودعا لي قلت لشيخ نشوف كل واحد يطب الحرم ما أخذ بيدا كتابك مفاتيح الجنان أنت مع كل زائر ده طب الحرم يقول شرح قلبه فراح ودعا لي هذا شيء قد فوز عظيم للشيخ عباس القمي رحمه الله ينقل أنه سئل عن الشيخ عباس القمي رحمه الله أنت كتب كثير عندك إش عجب هذا الكتاب مفاتيح الجنان صار لهذا التوفيق فقال ببركة فاطمة الزهراء سلام الله أنا من كتبت هذا الكتاب نويت في نيتي كانت لفاطمة الزهراء سلام الله عليها